هنشوف مع بعض مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأسكار والحيل والمنظمات وكل حاجة محتاجاها لبيتك أو مطبخك هتلاقيها في قناتي وكل طرق الحصول على الأدوات دي سهلة جداً وبسيطة ولو أنت متواجدة في مصر فالموضوع سهل جداً تقدر تحملي أبليكيشن أمازون مصر وتجيبي كل المنتجات اللي أنت محتاجاها لبيتك ولو أنت بره مصر تقدر تطلبيها من على تطبيق أمازون أو تطبيق عليك سيبرس أو تطبيق نون وفي نهاية الفيديو هقولك على كذا طريقة معتمدة تقدر تجيبي من خلالها كل الأدوات اللي أنت محتاجاها بكل سهولة ولو حابة تشوفي أدوات تانية كتير ما تنسيش تعمل اشتراك للقناة وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعرض معنا في الفيديو ده وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا قطاعة الخضار الأربعة في واحد الكهربائية طبعا هي بتشتغل عن طريق شحن الـ USB تقدري من خلالها تقطع وتفرومي مختلف أنواع الخضار أو اللحمة أو الفراخ وطريقة استخدامها سهلة جدا وبييجي معاها فرشة تقدر إن انت تنظفيها بكل سهولة زي ما انت شايفها معايا كده من خلال الفيديو دلوقتي بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداة تنظيف كرس الحمام وهي بتساعدك إن تنظفي كرس الحمام بكل سهولة والأداة دي بيجي معاها مجموعة من الكطع الأسرنجية اللي بيبقى فيها مد التنظيف بتساعدك إن انت تنظفي وتعقمي كرس الحمام وهي طبعا بتديكي أفضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها وغير كده بيجي معاها حامل تقدر إن انت تثبتيها عليه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر إن انت تنظمي بيها الهدوم وتقدر إن انت تنظمي بيها البطاطين أو اللي الحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جدا من أي حاجة انت عاوزة تنظميها بيها وبتساعدك برضو إن انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في الدلاب بعد كده هنشوف مع بعض عندنا المنشر المتحرك طبعا تقدر إن انت تخديه معاك في أي مكان وتثبتيه على الجدار أو على الشباك بكل سهولة وتقدر إن انت تنشر عليه البطاطين الكبيرة وطبعا هو بيستحمل معاك لو هتنشر عليه أي حاجة بتكون تقيلة وتقدر إن انت تخرجيه برا الشباك أكنك منشرة على بلكونة وتنشر عليه الهدوم أو أي حاجة تانية انت عاوزها وهنا هنشوف مع بعض عندنا منصدم لمعجون الأسنان وفرش الأسنان وتقدر إن انت تنظمي بيه الكريمات وفرش الميكوب أو فرش الشعر هنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا الأداة أو الكطعة اللي بتساعدك إن انت تنظفي وتقطعي الخضار اللي عندك زي الفلفل أو الكوسة أو البتنجان بطريقة سهلة جدا وبسيطة وطبعا بيساعدك جدا في عميل المحشي بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من المنظمات الصغيرة اللي بتيجي على شكل وردة تقدر إن انت تثبتيها على جدار المطبخ عندك وتنظم عليها مختلف أدوات ولوازم المطبخ زي المعالق والشوك والسككين وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيون اللي تقدر إن انت تستخدمي من خلالها الزيوت أو السوسات اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدر تستخدمي منها كميات مناسبة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا الأداة اللي بيجي معاها كذا كطعة بأحجام مختلفة وهي بتساعدك على فصل البزر من مختلف أنواع الفكهة أو الخضار اللي بيكون موجود في بزر زي التفاح أو التمر بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدر إن انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك إن انت توصلي لها فتقدر من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي مظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو وهنا معانا الممساحة المارينة جداً دي اللي تقدر إن انت تعصري منها كل المية وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدر إن انت تستخدميها في تنظيف الجدران أو دوليب المطبخ أو البلاط وهي بتبقى مارينة جداً تقدر إن انت تنظفي بيها تحت الكنب والسرير وبتوصل معاك للأماكن والزوايا اللي عندك بعد كده هنشوف عندنا الأداء أو المضرب اليدوي تقدري من خلاله تخفقي البيض وتعملي مختلف أنواع السوسات وطبعاً استخدامه بيكون سهل جداً وعملي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات تقدر إن انت تنظمي بيها الهدوم وتقدر إن انت تنظمي بيها البطاطين أو اللي الحفة وزي ما احنا شايفين كده المنظمات دي بتاخد معاك كمية كويسة جداً من أي حاجة انت عاوزة تنظميها بيها وبتساعدك برضو إن انت تستغلي كل المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندك في الدولاب بعد كده هنشوف عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده بييجي متقسم لتمن خنات كده أو تمن برطمنات بالشكل ده تقدر إن انت يتنظمي فيه الملح أو الفلفل أو مختلف أنواع التوابل البودر أو الصحيحة والصندوق ده طبعاً بييجي مكوم للرطوبة بيحفظ لك أي توابل أنت بتستخدميها فيه بعد كده هنا هنشوف عندنا منظم للأكياس البلاستيك وهو بيكون مصنوع من القماش تقدر إن انت تثبتيه عندك على الجدار أو جنب التلاجة وطبعاً المنظم ده بيخلصك من زحمة الأكياس اللي بتبقى عندك واستخدامه بيكون سهل جداً زي ما انت شايفة كده معايا بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الكابة الجميلة دي تقدر إن انت تفرمي بيها الفراخ أو اللحمة وتعملي بيها العجينة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهي بيكون لها كده طريقة في الاستخدام وغير كده كمان بتديكي أفضل النتائج اللي انت بتكوني محتاجاها بعد كده هنشوف عندنا منظم للأحزية والمنظم ده بيجي عبارة عن كذا رف كده تقدر إن انت تنظمي بيه مختلف الأحزية اللي عندك بطريقة منظمة ومرتبة جداً وطبعاً هو بيساعدك إن انت تتخلصي من كركبة الأحزية اللي بتبقى موجودة عندك وهنا عندنا منظم للكبايات الورق طبعاً تقدر إن انت تثبتيه جنب التلاجة أو على الجدار وغير كده طريقة استخدامه سهلة جداً وهنا معانا اللمبة الصغيرة دي طبعاً تقدر إن انت تثبتيها عندك على المكتب وتقدر تثبتيها جواد دولاب بطريقة سهلة وبسيطة جداً وهنا هنشوف مع بعض عندنا الأداية المعيارية اللي تقدر إن انت تعيري بيها كمية الدقيق أو التوابل أو مختلف البوكاليات اللي انت عاوزة تستخدميها بالجرامات بعد كده هنشوف عندنا أداة التنظيف أو الكطع اللي بتساعدك إن انت تنظفي بيها مختلف أحجام استكاكين هنا عندنا منظم للميكب المنظم ده بيجي عبارة عن 3 أدراج تقدر إن انت تنظمي بيه الميكب أو الإكسسوارات وده غير الرف الفقاني بيجي متقسم بالشكل ده تقدر إن انت تنظمي من خلاله مختلف الكريمات أو العطور بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة أو مبشرة للخضار بيجي متوفر معاها أداة بتساعدك إن انت تمسكي بيها الخضار وتقطعي بكل سهولة تقطعي من خلالها الكوسة أو الجزر أو البطاطس أو الخيار أو أي حاجة أنت عاوزيها طبعا هنا تعالي نشوف مع بعض عندنا مجموعة من المشابك اللي جاية على شكل جزر وبتيجي فيها خاصية الموناطيس يعني تقدر إن انت تثبتيها عندك على التلاجة وتقدر إن انت تستخدميها في قفل مختلف الأكياس اللي بتبقى موجودة عندك في البيت بعد كده هنشوف هنا عندنا ممسحة تقدري من خلالها إن انت تنظفي الشبابيك اللي عندك بكل سهولة من جوا ومن برة وطبعا طريقة استخدامها سهلة بتثبتيها على الشباك بنفس الطريقة اللي هتشوفيها معايا من خلال الفيديو وتقدري طبعا تدفلها مادة التنظيف اللي انت بتفضلي إن انت تستخدميها بعد كده هنا معانا الجهاز اللي بيساعدك إن انت تعملي مختلف الأكلات على البخار زي إن انت تقدري من خلاله وتسلق البيت أو أي حاجة تانية أنت عاوزيها هنا بقى هنشوف عندنا أداة بتساعدنا على كسر البرشام لنص أو لربع بكل سهولة على حسب وصف الدكتور طبعا بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للبيض المنظم ده عبارة عن تلات رفوف كل الرف بياخد معاك تقريبا عشر بيضات يعني المنظم ده على بعضه كده بيشيل معاك تلاتين بيضة تقدر إن انت تنظميه جوه التلاجة أو برا التلاجة وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الكتع الصغيرة اللي تقدر إن انت تثبتيها على الشمعات وتثبت عليها أكتر من شمعة زي ما هو ظاهر دلوقتي قدامك من خلال الفيديو وهنا معانا كفر للموبايل طبعا الكفر ده بيحميلك الموبايل بتاعك لو انت رايح البحر بيحميه لك إنه ما يوصلش ليه أي مية ودلوقتي إحنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والأدوات الحديثة والأجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على كرتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة أدوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا إزاي نقدر نستردم الأدوات دي وإزاي نقدر إن إحنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الأدوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر إن انت تعرفي إيه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي إزاي تقدر تحصولي على المنتجات والأدوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنت عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدر إن إتي تكتبيلي في التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى إنك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والإشتراك ولو إنت عندك أي استفسار عن أي منتج في الفيديو ده تقدر إن إنت تكتبيلي في خانة التعليقات وأنا هرد عليك في أقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معنا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معنا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر إن انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه خب دياتا كده أول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن انت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس أو تطبيق أمازون أو تطبيق بنجود أو تطبيق اي باي أو تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات أو أدوات عادية للتنظيف أو أجهزة كهربائية فأكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف أما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية أما مصاريف الشحن الفرنسا أو أمريكا أو الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فأعتقد أن الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم أو تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك أو الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدروا تطلبي منهم المنتجات والأدوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن التي عيتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزدين مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوز أقولك أن طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك أو الانستجران عامل الأدوات المنزلية وبتقدر توصلي لها بكل سهولة أما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الأسواق الكبيرة أو في المولات اللي بتبيع المنتجات والأدوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالأدوات المنزلية والأجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدرين ان انتي تحصلي منها على الأدوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو أي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي أتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر النواة يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة أتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك أي استفسار في أي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت أسيبكم في رعاية الليل